ظاهرة عدوانية و ممارسة مسيئة يعني مثل ما نسميها عندنا وليتم خانيف هي ظاهرة التنمر و أصعب أنواع التنمر هو ليختلط بالأحقاد و ينعجن بالتعصب ضد فئة بعينها أو جنس بشري آخر فأنت من تشوف متنمر و فوقها حاقد يعني أنت أمام ضمير أعمى و تربية منحطة يا أخي والله حارسة المنتقى بيرانا لا شاك فيها بالصراحة يعني البنية اللائبة غريبة بنوعا ما ظاهرة قدي 32 عام حارسة مرمى المنتقب الإيراني لكرة القدم سيدات كانت السبب بعد تألقها بركلات الترجيح مع المنتقب الأردني لفوز منتخبها الاتحاد الأردني لكرة القدم تقدم بشكل رسمي للاتحاد الآسيوي يطالب فيها بالتحقيق من جنس حارسة المنتقب الإيراني بعدها اشتعلت منصات التواصل بالتنمر على زهر قدم هذه هي حارسة المنتقب الإيراني التي نتابعها بالصورة شيء محزن ما رصدناه من تنمر على حارسة مرمى المنتقب الإيراني عادي مؤاني رياضية أتقبل بروح رياضية إثبات أنوثة اللاعبة يا حيدر هذا سهل فحصه طلعت نتيجة بسرعة لكن الصعب والمحال يا فحص هذا اللي يثبت آدمية بشرية وإنسانية من تنمر على اللاعب زهر قدي رح تكون نتيجة فحص المتنمرين الانحطاط والحقد اللي ضرب آدميتكم التشريك بالحارسة مشاهدين بدأ بعد تداول صورها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال احتفال منتخب إيران للنساء بالفوز على نظيره الأردني نخب وصفوة وهنا لا أعمم إلا أن النخب اللي تلذذت بالتنمر على لاعبة كرة قدم لأنها إيرانية ولأن الجو الإعلامي بالمنطقة مولع بالشيطنة ضد إيران هذه النخب لا يحق لها أن الثقف للربيع العربي والطالب بوطن وحرية ورأي آخر نخب التنمر والإزدراء والأحقاد وعموم الأمراض النفسية هاي الصفوة المسمومة وزايد على هتش نخب القبضة الأمنية المحكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر